السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف السابع الأساسي في درس جديد بعنوان السرعة المتوسطة لقد تعلمنا في الدرس السابق مفهومي المسافة والإزاحة وتعلمنا أن المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم أما الإزاحة فهي الخط المستقيم الواصل بين نقطتي البداية ونقطة النهاية ولا بد لك عزيزي الطالب أن توضح المقصود بالسرعة المتوسطة وأن يتم حساب السرعة المتوسطة بعد نهاية هذا الدرس ولنتعرف إلى مفهوم السرعة المتوسطة لنشاهد ما قامت به سعاد في هذا النشاط أرادت سعاد تصميم نشاط للمقارنة بين سيارة أخيها مصعب دل لون الأخضر وسيارة أخت هالين دل لون الأحمر فقامت بإحضار لوح خشبي وقامت بعمل عليه بعض التعيينات والتدريجات على هذا اللوح وقامت بتحديد نقطتي بداية ونقطة نهاية وأحضرت معها كاميرا من الفيديو قامت بوضع السيارتان على خط البداية وقامت بتشغيل في هذه الأثناء كاميرا الفيديو وبعد رصد النتائج كانت النتائج المرصودة كالآتي لسيارة لين وسيارة مصعب قطعت سيارة لين أول 6 سنتيمتر في زمن مقداره 1 ثانية حتى وصلت إلى خط النهاية وهو 24 سنتي حيث قطعتها في 4 ثواني أما سيارة مصعب عند خط البداية قطعت أول 6 سنتيمتر في ثانيتان وإلى أن وصلت إلى خط النهاية وهو 24 سنتي فاستغرقت إلى 8 ثواني برأيكم من الأسرع سيارة لين أم سيارة مصعب؟ أحسنتم إذن سيارة لين هي الأسرع لأنها استغرقت وقت أقل في قطع نفس المسافة إذن يمكن من خلال هذا النشاط استنتاج مفهوم السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة هي المعدل الزمني للتغير في الإزاحة ووحدتها هي المتر لكل ثانية ويمكن الاستنتاج واستخلاص بعض القوانين لمفهوم السرعة المتوسطة من خلال هذا المسلط السرعة المتوسطة تساوي الإزاحة تقسيم الزمن الإزاحة تساوي السرعة المتوسطة ضرب الزمن والزمن يساوي الإزاحة تقسيم السرعة المتوسطة هيا بنا لنحل سويا هذا المثال غادرت ليلى منزلها صباحا وبمسار مستقيم باتجاه المدرسة التي تبعد عن منزلها مسافة 600 متر إذن الإزاحة مقدارها 600 متر بسرعة ثابتة مقدارها 1 متر لكل ثانية إذن السرعة هي 1 متر لكل ثانية فما الزمن الذي استغرقته ليلى للوصول إلى المدرسة؟ إذن نلاحظ أن المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد مقدار الزمن لابد من الإشارة إلى هذه الملاحظة المهمة عند التحويل من دقائق لثواني نضرب ب60 وعند التحويل من ثواني إلى دقائق نقسم على 60 لابد لنا عند حل هذا المثال من تحديد معطيات هذا السؤال الإزاحة كانت تساوي 600 متر والسرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية المطلوب في هذا المثال هو إيجاد مقدار الزمن كما تعلمنا سابقاً أن السرعة المتوسطة هي مقدار الإزاحة على الزمن السرعة مقدارها 1 متر لكل ثانية والإزاحة مقدارها 600 متر أما الزمن فهو مطلوب بعملية الضرب التبادلية الزمن ضرب واحد بساوي 600 ومنها نستنتج أن الزمن مقداره 600 ثانية أشرنا في السابق إلى أن عند التحويل من الثواني إلى الدقائق نقوم بالقسمة على 60 إذن 600 ثانية ضرب دقيقة تقسيم 60 ثانية سفر مع سفر وستة مع ستة رح ينتج عندي يساوي عشر دقائق هيا بنا لسؤال فكر معنا في المثال السابق إذا ركضت ليلة أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها وكان الزمن المستغرق للوصول إلى المنزل دقيقتين احسب السرعة المتوسطة طبعا نلاحظ أن الطالبة ليلة قد احتاجت إلى دقيقتين في الوصول إلى المنزل لأنها قامت بالراكض أثناء العودة من المدرسة هيا بنا لنتابع هذا المثال قطعت سيارة الليث التي تعمل ببطارية جافة إزاحة مقدارها واحد متر خلال ثانيتين إذن الإزاحة تساوي واحد متر والزمن المستغرق في قطع هذه الإزاحة يساوي ثانيتين جدي الزمن اللازم للسيارة إذن يحتاج إلى الزمن حتى تقطع إزاحة مقدارها أربع متر من بداية الحركة علما بأن السرعة ثابتة إذن لابد لنا عند حل هذا المثال من تحديد المعطيات والمطلوب لنقوم بحل هذا المثال المعطيات في هذا المثال هي الإزاحة الأولى مقدارها واحد متر والزمن المستغرق في قطع هذه الإزاحة يساوي اثنين ثانية الإزاحة رقم اثنين تساوي أربع متر والسرعة كانت عندي ثابتة والمطلوب من هذا السؤال جد مقدار الزمن الثاني وإليكم الحل السرعة المتوسطة كما تعلمنا تساوي الإزاحة تقسيم الزمن الإزاحة مقدارها واحد متر والزمن مقداره تنين ثانية ويساوي نصف متر لكل ثانية وبما أن السرعة ثابتة فإن مقدارها ثابت أي أن مقدار السرعة نصف متر لكل ثانية بالنسبة للجسم الآخر الإزاحة رقم تنين بالنسبة إلى الزمن الثاني تساوي أربعة وهي إزاحة رقم تنين إلى الزمن الثاني وتساوي نصف إذن نصف تساوي أربعة على الزمن الثاني بعملية الضرب التبادلي ينتج أن الزمن الثاني يساوي ثمان ثواني وإليك عزيزي الطالب هذه المهمة التعليمية خرج ليث من بيته الساعة الثانية عشرة تظهره متوجها إلى منزل عمه خالد فوصلت الساعة الثانية عشرة والثلث حسب المسار الموضح في الشكل جد مقدار السرعة المتوسطة منزل ليث إلى المنتزة يبعد عنه 300 متر ومن المنتزة إلى السوبر ماركت يبعد عنه 400 متر ومن السوبر ماركت إلى منزل خالد 200 متر شكرا لكم أعزائي الطلبة على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته